أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قافلة مساعدات غذائية لأهالي فلسطين تحت شعار يد بيد مع أهالينا في فلسطين تأتي القافلة ضمن قافلة إغاثية ضخمة بالتنسيق مع حياة كريمة وتضم 21 شاحنة بينها 6 شاحنات من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار دورها الداعم للأشقاء الفلسطينيين على جميع الأصيدة شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقافلة إغاثية للأشقاء في قطاع غزة تضم 6 شاحنات محملة ب150 طن مواد غذائية ومية قافلة الشركة المتحدة تأتي ضمن قافلة إغاثية ضخمة بالتنسيق مع حياة كريمة تضم 21 شاحنة شاركين بالإضافة للـ 6 شاحنات المتحدة متبرعة بهم بـ 15 شاحنة تانيين الـ 15 شاحنة إلينا مجهزين في الأسبوع ده في اليومين اللي فاتوا حوالي 21 شاحنة في فريق كبير من المتطوعين والأعضاء المؤسسة ما بينموش حرفيا عشان خاطر نتطمن أن احنا المواد اللي بعتنها إذا كان مواد غذائية أو مستلزمات طبية أو أدوية كله محطوط بالشكل السليم إذا كان مستلزمات طبية فهي معبقة بالشكل الصح عشان توصل لأخواتنا وهي سليمة مش بعد ما تكون بوزت أو حاجة فعايز أقول حيكي إن في فرق ما بتنمشي فعلا من بداية الأزمة من أكتر من شهر ومكملين إحنا بنحدد القافلة تبقى لإحتياجات الأرض هناك المشكلة الأساسية طبعا ما فيش مية قهربة والوضع الإنساني غاية في الصعوبة فبنحاول أن كل المواد الغذائية اللي بعتنها الأغلبية يكون مواد معلبات عشان سريعة الأكل بنوضي حاجات تانية طبعا بس عارفين أن الأسهل لأخواتنا في الاستخدام دلوقتي هي المعلبات والمية وبنتابع يوم بيوم الاحتياجات هناك مع ناس هناك ومع طباء هناك عشان نقدر نكون بنوفي بالاحتياجات الأولية وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين حيث انطلقت الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز التضامن العربي معه كلنا مشاركين والله وإحنا فرحانين جدا 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 أننا نقف جنب أخواتنا في غزة وهم فيه ربنا يعينهم عليهم بصراحة يعني كلنا بندعمهم وكلنا وقفين جنبهم وكلنا بندعمهم وبإذن الله بإذن الله ربنا يطلعهم مكربة لهم فيه بإذن الله إن شاء الله بإذن الله لما صاحب العربية قال لي اطلع غزة انطلعت غزة ما روحتش بيت حد فشعوره احساس جميع أنني بساعد الناس محتاجين المساعد وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي وحرصت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة